الحمد لله رب العالمين وأصله وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد نقل النووي رحمه الله في باب فضل الحب في الله والحث عليه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب الرجل وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه هذا الحديث الشريف ذكره المؤلف رحمه الله في باب الحب في الله والحب في الله هو الحب لأجل الله عز وجل أي بسبب ولاية الله للعبد وبسبب اشتغال الإنسان بما يحب الله ويرضى فحبك الشخص في الله هو أنك أحببته لأجل ما رأيته وعلمته عنه من اشتغاله بطاعة الله وموالاته له وقيامه بحقه وسعيه في مرضاته وهذا هو ثمرة طاعة الله عز وجل فإن من ثمار طاعة الله عز وجل أن يعمر قلب العبد بمحبة أوليائه قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود وهذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه أي ثلاث خصال وثلاث صفات من تحلى بهن وتخلق بهن نال حلاوة الإيمان قال صلى الله عليه وسلم ذاق ذاق حلاوة الإيمان ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وجد أي حصل وأدرك وحلاوة الإيمان هي لذة وبهجة وسرور وجميل عاقبته التي يجدها الإنسان في دنياه في عاجله قبل آجله وهي أيضا ما يكون في الآخرة من الثواب على الإيمان فإنها من حلاوته فقوله صلى الله عليه وسلم وجد بهن حلاوة الإيمان أي نال بهن حلاوة الإيمان في الدنيا وفي الآخرة فالإيمان عواقبه جميلة وعوائده كريمة وهي في الدنيا وفي الآخرة ليست مقصورة على الآخرة بل يكون في الدنيا من ثمار الإيمان وجميل عواقبه ما يصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم وجد بهن حلاوة الإيمان وسمى صلى الله عليه وسلم هذه الثمرة بالحلاوة لطيبها وجمالها وكريمها وكون ذلك يقرب للإنسان المعنى الذي يجده من خلال هذه الخصال والتحلي بها فإن الإنسان مجبول على الاشتغال بإدراك المعاني الحسية وأما الأمور المعنوية فقد يحتاج إلى أن يقربها إلى ذهن حتى يفهمها ويدركها ومن ذلك الحلاوة هو المرارة فالحلاوة تذاق في الأصل بالفهم من المطعمات والمأكولات وهي أعلى ما يدرك الإنسان من الأمور التي تدرك بالحس من الملذات وأسرع ما يدركه أيضاً ويقابلها المرارة فشبه النبي صلى الله عليه وسلم ما يدركه بالإيمان ما يدركه من خلال هذه الخصال من خصال الإيمان وثمار وجميل آثاره بالحلاوة وهذه الحلاوة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذوقها ووجودها ليست شيئاً يدرك باللسان بل حلاوة الإيمان لا يذوقها إلا القلب فهي مما يدركه الإنسان بقلبه فيستلذ بها الطاعات ويتحمل بها ما يكون من المشقات في رضا الله عز وجل ويقبل على مرضات الله عز وجل ويؤثر محابة الله تعالى على ما يشتهيه ويحبه وما ترتضيه نفسه ويرغب فيه ولهذا كان هذا الحديث أصلاً عظيماً من وصول الإسلام في بيان ما يدرك به جميل آثار الإيمان وعواقبه وقوله صلى الله عليه وسلم حلاوة الإيمان إثبات لهذا المعنى وهو الحلاوة التي تنتج عن الإيمان وتعقب الاتصاف بهذه الخصال وقوله صلى الله عليه وسلم وجد بهن حلاوة الإيمان إشارة إلى أن الإيمان منهما له حلاوة ومنهما ليس له حلاوة بمعنى أي ليس له طعم يلتذ به الإنسان في عاجله وأما الثوف الآخرة فإنه ما من مؤمن إلا ويدرك من الحلاوة ما يكون سبباً لسعادته وفوزه ونجاته من المهالك والأهوال فكل مؤمن يدرك خيراً لكن أعلى هذا الخير هو الحلاوة التي يدركها من كمل إيمانه وعلت منزلته في الإيمان ولقائلنا أن يقول هذه الحلاوة قد لا يجدها كثير من الناس فهل هذا الدليل على عدم وجودها؟ الجواب لا إنما الحلاوة يدركها من صح قلبه وسلم وأشرق على قلبه نور الإيمان وأضاء في قلبه هدى القرآن واتبع سنة خير الأنام صلى الله عليه وسلم فمن صح قلبه ذاق هذه الحلاوة وأما من كان قلبه عامر بالشهوات وملذات الحرام وقد سكنته الشبهات أو انصرف عن الطاعات إلى الدنيا والاشتغال بها فإنه لا يتذوق هذه الحلاوة ولذلك مثل في الحلاوة الحسية التي يدركها الإنسان بثمه كم من إنسان يتعطل عنده الذوق فلا يجد حلوا من الطعام مع أكله لما هو حلو من المطعومات وليس ذلك لفقد الحلا في المطعوم وإنما للآفة التي أصابت الطاعم في جسده وبدنه فلم يذوق بها الحلاوة وتعطل عن ذوق المطعومات فهذا يستدعي من كل أحد أن يجتهد في تطهير قلبه وفي اشتغاله بخصال الإيمان حتى ينال هذه الحلاوة ولذلك قال بعض أهل العلم لا يجد حلاوة الإيمان من اشتغل بمعصية الرحمن فقد سئله هيب بن الورد فقيل له هل يجد طعم الإيمان من يعص الله تعالى؟ قال لا ولا من هم بالمعصية لا ولا من هم بالمعصية وقيل لذنون رحمه الله كما لا يجد الجسد لذة الطعام عند سقمه كذلك لا يجد القلب حلاوة العبادة مع الذنوب فلذلك ينبغي الإنسان أن يكثر من التوبة والاستغفاء وأن يشتغل بصالح الأعمال حتى يجد هذه اللذة ويجد هذه الحلاوة ويأخذ بهذه الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم والخصال التي تنال بها حلاوة الإيمان ثلاثة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الحقيقة دائرة على المعنى الأول الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وما يقتضيه ويستلزم ذلك المعنى ما هو المعنى الأول الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخصال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أن يعلو في محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى هذه المنزلة وهي أن يبلغ بها الذروة فيما يطيق ويقدر فيحب الله عز وجل أعظم المحبات ويحب النبي صلى الله عليه وسلم بعد محبة الله عز وجل أعلى ما يكون من الخلق ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين وفي حديث عمر قال له لا أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي فقال أنت الآن أحب إلي من نفسي فقال الآن يا عمر فهذه مرتبة محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الأعلى في المحبات بالنظر إلى كل المحبوبات من الخلق ومحبة الله فوق ذلك لأن محبة النبي ثمر لمحبة الله عز وجل ومحبة الله عز وجل تدرك بمعرفته جل فعلا فكل من ازداد علما بالله ازداد حب الله هذه قاعدة مضطردة كل من ازداد علما بالله وبمعرفة أسمائه وصفاته وجميل أفعاله ازداد حب الله ومما يتحقق به أيضا محبة الله عز وجل أن يذكر إنعام الله عليه فالنفوس مجمولة على محبة المحسن والله أعظم المحسنين جل فعلا فإحسانه لعباده لا ينقطع قبل خلق قبل ولادتهم وبعد ولادتهم وفي سائر أطباق حياتهم فخيره وبره وإحسانه لعباده يوجب محبته جل فعلا ومن محبته محبة رسوله الذي بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق ومحبة النبي دين وقرب يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا وهي من خصال الإيمان ومن أسباب محبة النبي صلى الله عليه وسلم يعني مما يدرك به حب النبي صلى الله عليه وسلم معرفة سيرته معرفة عظيم منزلته عند الله عز وجل معرفة ما جاء به من الهدى ودين الحق معرفة جهاده وبدله في هدايتنا وإخراجنا من الظلمات إلى النور وما تحمله في سبيل ذلك معرفة خصائص وما حباه الله تعالى به من السجايا والأخلاق كل ذلك يوجه محبته صلى الله عليه وسلم معرفة أن محبته عنوان محبة الله عز وجل وطريق محبة الله وثمرة محبة الله عز وجل فإن من أحب النبي صلى الله عليه وسلم كان دليلاً على محبته لربه جل فعلا ولهذا قال الله تعالى في بيان اشتراط محبة النبي صلى الله عليه وسلم لإدراك محبته قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ولا يكون الاتباع إلا لمحبوب فلهذا ينبغي الإنسان أن يدرك عظيم هذه المنزلة التي بها يدرك حلاوة الإيمان أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون حبه للنبي أعلى ما يكون من المحبوبات وهذا لا يتعارض مع محبة الولد ومحبة من يحب من الخلق فإن هذا تلك محاب طبيعية محاب تقتضيها المناسبة لكن هذه محابة عبادية يتقرب بها العبد إلى ربه جل في علاه هذه الدرجة وهذه الخصة الأولى التي يدرك بها المرء حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما والثاني من الخصال والثالث من الخصال كلاهما ثمرة لحب الله وحب رسوله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وهذا من مقتضيات محبة الله وثماره أن تحب ما يحبه الله تعالى ومنه محبة أولياء الله عز وجل فمحبة أولياء الله عز وجل من محبة الله سبحانه وتعالى وهذا خصى من خصال الإيمان لا يدرك بها الإنسان ما يؤمل من الخير إلا بمحبة من يحبهم الله تعالى وإذاك لا يحب المرء إلا لله يعني ليس حبه لهذا الرجل إلا لهذا السبب وهو حبه لله الخصلة الثالثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مما يجد به الإنسان حلاوة الإيمان أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يعود في النار أو أن يلقى في النار هذه الخصلة هي ثمرة محبة الله عز وجل فإن كمال محبة الله عز وجل في قلب العبد توجب أن يحب ما يحب وأن يبغض ما يبغض فإن من ثمار محبة الله عز وجل أن يبغض الإنسان ما يبغضه الله عز وجل ومن ذلك الكفر فإنه أعظم ما يبغضه الله عز وجل كما قال الله تعالى إن الله لا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروه يرضاه لكم وعدم الرضا دليل على البغض والمقد وعلى عدم المحبة فلذلك يجب على المؤمن أن يستشعر هذا المعنى فإنه من كمل في قلبه الإيمان ورسخ في فؤاده محبة الرحمن جل في علاه فلم يجد إلا أنه يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار والكفر هنا يشمل أصله ويشمل أيضا خصاله فإن كراهية وبغض خصال الكفر من تمام محبة الله عز وجل ولهذا لما دعي يوسف عليه السلام إلى المعصية قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إلي فالسجن الذي تأنف منه النفوس وتكرهه كان أحب إليه من أن يطاوع هواه ويمضي في معصية الله عز وجل بالاستجابة لمن دعاه إلى الشهوات والملذات فبغض ما يبغضه الله عز وجل هو من الإيمان به جل في علاه وبه يدرك الإنسان رجلاً أو امرأةً يدرك حلاوة الإيمان التي ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي هذا الحديث جملة من الفوائد من فوائد هذا الحديث أن الإيمان نوعان إيمان له حلاوة وإيمان قد تغيب عنه الحلاوة أما الإيمان الذي تغيب عنه الحلاوة فهو الإيمان الذي يدخل بالإنسان في الإسلام وهو مطلق الإيمان مطلق الإيمان والإسلام الذي به يخرج الإنسان عن دائرة الكفر وينضم إلى دائرة أهل الإسلام والإيمان فهذا قد يفقد فيه الإنسان الحلاوة فيكون مؤمناً لا يجد حلاوة الإيمان أما النوع الثاني من الإيمان هو ما يجد فيه حلاوة وهو ما بلغ فيه الإنسان الغاية في تحقيق خصال الإيمان والفوز بشعبه فإن ذلك مما يتحقق به للإنسان إدراك هذه الحلاوة ووجودها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وفيه أن الإيمان إذا كمل تنعم به الإنسان في دنيا قبل أخرى فإن الإيمان له بهجة وانشراح له طمأنينة وسرور له حبور ولذة يجد الإنسان في قلبه فإذا كمل إيمانه وجد ذلك وتنعم به في دنيا قبل أخرى وهذا معنى ما ذكره بعض أهل العلم من أن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة ومقصودهم بذلك ما يثمره الإيمان من جميل العواقب وطيب الثمار التي يدرك بها الإنسان خيراً عظيماً وسبقاً كبيراً ويدرك به شيئاً من منافع إيمانه بالله عز وجل في دنيا قبل أخرى شيئاً من الأجل والمثوبة التي تترتب على الإيمان فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان حلاوة وهي من ثماره وآثاره ومن فوائد هذا الحديث أيضاً أن حلاوة الإيمان لها أسباب من اشتغل بها أدركها ومن عمل بها وجدها ولذلك قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وفيه من الفوائد إثبات الأسباب في تحصيل المطالب الدنيوية والمطالب الأخروية وليعلم أنه ما من شيء في الدنيا ولا في الآخرة إلا وله سبب فمتى أتى الإنسان بالأسباب على الوجه الذي طلب منه وانتفت الموانع فلا بد أن يدرك النتيجة بفضل الله عز وجل وبرحمته وما أجره الله تعالى من عدله وفضله وما أجرى عليه سننة كونه وأحكامه الجزائية الدنيوية والأخروية وفيه من الفوائد شرف مرتبة محبة الله ورسوله فإنها أعلى ما يكون من خصال الإيمان ولذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مما يجد بالإنسان حلاوة الإيمان ولا يتحقق محبة الله ورسوله إلا بكمال الإيمان بهما فإن كمال الإيمان يثمر محبة الله تعالى ومحبة رسوله وإذا تحقق هذا إن قاد له كل خير وانساق إلى كل بر وانصرف عن كل سوء ودفع الله عنه كل ضر فالله تعالى يتولى أولياءه فإذا تولاهم جل وعلا في تحقيق ما يحبه سبحانه وتعالى أحبهم وأذاقهم من فضله وإحسانه وبره وكرمه ما يكون عونًا لهم على المضي في الطاع والمسابقة في الخير والتشوف إلى الدان الآخرة فلا يكون في قلوبهم شيء أعظم من الشوق إلى لقاء الله عز وجل وفي الحديث من الفوائد جواز جمع الضمير جواز جمع الله عز وجل ورسوله بضمير واحد إذا كان ذلك في سياق قول الله وقول رسوله فإن الله تعالى ذكر طاعة وطاعة رسوله والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث الشريف أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وقد أشكل هذا الجمع بين الله عز وجل ورسوله في ضمير واحد مع ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من إنكاره على الخطيب الذي قال ومن يعصيهما فقد غوى فقال بئس الخطيب القوم أنت بل قل ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى فوجهه إلى الفصل وللعلماء كلام في الجمع بين هذا الحديث وما جاء في حديث أنس والأظهر والله تعالى أعلم أن إنكار النبي صلى الله عليه وسلم إما لإشكال في وقف الرجل حيث وقف على يعصيهما فظن أن الرشد في الطاعة والمعصية على حد سواء وإما أن يكون ذلك في مقام يوهم استواء الله تعالى مع غيره وهذا منتف ممنوع وإما أن يكون هذا لعدم مناسبة الحال في هذا المقام إذ أنه مقام خطبة ومقام الخطب يكون فيه تفصيل وبياد لتفاوت الأذهان واختلاف الأفهام كل هذا مما يحتمله هذا الإنكار وإلا فإنه إذا انتفت تلك الموجبات فإنه لا بأس بأن يذكر الله ورسوله في ضمير واحد كما هو في هذا الحديث وفيه من الفوائد فضيلة الحب في الله وأنه من موجبات ذوق حلاوة الإيمان فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الخاصة الثانية من خصال إدراك حلاوة الإيمان أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله أي لأجل الله فيحبه لأجل ما معه من الطاعة يحبه لأجل ما معه من الخير يحبه لأجل ما معه من الانكفاف عن المعصية هذه كلها مما يندرج في الحب في الله فليس الحب هنا لنسب ولا لمصلحة دنيوية ولا لغير ذلك من أسباب الحب التي تكون بين الناس إنما أحبه لأجل ما معه من محبة الله ومحبة رسوله والإقبال على طاعة الله عز وجل وفيه من الفوائد أن من الخصال التي يدرك بها الإنسان الإيمان أن يبغض ما يبغضه الله ورسوله وعلى ذلك الكفر ويدخل فيه جميع خصاله اللهم معنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصلى الله وسلم على نبينا محمد